بعد خطاب الملك المغربي والذي ناد فيه العاهل رئاسة الجزائر إلى تجديد أواصر الأخوة والتعاون لجعل الحدود الجغرافية بين البلدين، جعلها جسور تواصل وتفاعل بينهما، ودعاها إلى التطابق مع أصالة وحرارة وصدق العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائرية. بعد ذلك الخطاب، وإلى اليوم سادة ويسودة صمت في أروقة رئاسة الجزائر تجاه ذلك النداء الملكي، ويرجع هذا إلى الرفض القاطع للجزائر التطبيع مع الكيان الصهيوني أو تواجده في المنطقة، وهذا ما تسعى له المغرب. كما تعتبر قضية الصحراء الغربية من أهم القضايا التي تعيق مصار التفاهم بين البلدين.